اذا جاء الليل وعسعس وخيم الظلام ودخل الناس بيوتهم وأخذوا مآخذهم في تلك اللحظات وهذه الساعات أغلب الناس غافلون إلا جزء يسير من الناس من هم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام أي صلى الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين رفع اسمه من سجن الغفلة بشر أن يقوم الليل بعشر آيات عشر آيات ولا شيء قصار السور يصلي ركعتين رفع اسمه من سجن الغفلة لم يكتب من الغافلين طيب لو طول شوي وقام بمئة آية كتب من القانتين يا الله طيب ومن قام بألف آية هؤلاء الخلص كتب من المقنطرين تعود يا عبد الله أن تقوم قبل الفجر أو في منتصف الليل أن تقوم من فراشك فتصلي ركعات لله عز وجل ثم تعود وتنم إن لم تستطع آخر الليل أو منتصف الليل على الأقل صلي قبل أن تنام شيئا من الليل واجعل آخرها وطرا